موسيقى مشاهدك هذه كانت ضربة من الخيال لعقود فلا يمكن لرجل التحليق بارتفاع وسرعة طائرة الـ Airbus 380 العملاقة من أسطول شركة الطيران الإماراتية هي من ضمن عدة عروض جوية نفذها الفرنسي فينسون روفي مع زميله السويسري إيف روزي فينسون روفي بطل العالم في السكايدايفين وعمره 36 عاما وارث حب الطيران عن والد المظلي أنضى سنوات وهو يجري عمليات قفزا وطيران استعراضية مستخدما الحقائب النفاثة والأجنحة المصنوعة من ألياف الكربون آخر المشاريع التي كان فينسون روفي يعمل عليها هو تنفيذ الهبوط من دون استخدام مظلة بالاعتماد على أدوات الجيت سوت المتطورة وتحكم الطيار بها وكان مشروعا واعدا جدا إلا أن فينسون روفي لم يعد أو لم يتمكن من إنهاء هذا المشروع لأنه توفي أثناء التدريب المتحدث باسم فريق جتمن دبي قال بحزن لا يمكن تطوره نعلن وفاة الطيار فينسون روفي أثناء التدريبات في دبي كان فينسونت رياضيا موهوبا وعضو محبوبا ومحترما في فريقنا صلواتنا مع عائلته وجميع من عرفوه وعملوا معه روفي ترك وراءه إرثا كبيرا رياضيا فقد شبهه كثيرون بشخصية سينمائية آيرنمان أقلع من الأرض إلى السماء بارتفاع 1800 متر فوق الواجهة البحرية لدبي وهي المرة الأولى التي ينطلق فيها طيار بشري من على الأرض وضمن مشروع طيران البشري لإكسبو دبي 2020 تمكن فيها كل من روفي وطيار فريد فوجين من التحليق عبر كهف تيانمن في إقليم هونان الصيني المغردون تفاعلوا مع خبر وفاته منهم أبو سعد يقول لك أبو سعد وضع نفسه في دائرة الخطر بشكل مستمر فكانت النهاية المتوقعة MBC MBS هكذا يسمي نفسه الحساب ما حد قال له ما يمشي مع الناس على القاع أي على الأرض أما بالنسبة للفخري فيقول فخري له يحسب شرف المحاولة له يحسب شرف المحاولة والتضحية سيأتي غيره ليواصلوا ما بدأه ويتقدم المشروع خطوة للأمام الوقت والاستمرار المحاولة سينتج عنه خدمة عظيمة للبشرية آخر تغريدة من يوسف يوسف قول كان من روادي هذا المجال خبر حزين فعلا والمحزن أكثر هو التعليقات الكثير من السويسريين مثل ويشل هالغباء شنو كان متوقع حيحصل لا تجوز عليه الرحمة ينتقدهم السلطات المحلية طبعا تجري تحقيقا في الحادث ولنعلم إذا ما كان المشروع سيستمر بالعمل والتجارب مع زملاء فانسينت وهما الفرنسي فريد فوجين والإماراتي أحمد الشحي وهذه هي صورتها شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا